مر أكثر من أسبوع على اختفاء الطفلق واسمية خليل المصاب بمرض التوحد بمنطقة الغيل بلدية المعاذيد شرق ولاية المسيلة فبرغم من تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية إلا أنه لا جديد يذكر إلى عملية البحث التي لا تزال متواصلة من طرف السلطة العسكرية والمدنية وتضامن المواطنين مع عدة ولايات التغطية لبعلي حمزة والتركيب زهاني يوسف من أعالي جبال منطقة لا تعيب بالمكان المسمى الغيل بلدية المعاذيد بالمسيلة عملية البحث لا تزال جارية عن الطفل المفقود البراءة خليلق واسمية الذي اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من المنزل اليوم راح عندنا أكثر من أسبوع ونحن نحوص على خليل هذا قوة سمية وإن شاء الله نشكر كل من ساهم في هذا البحث من حماية مدنية من آمن من شعب من الناس اللي يتضامن أكل من جمعيات من جيش من الناس اللي يتضامن معه أكل والناس راح يكون متلحمة في بعضها وإن شاء الله بإذن الله نطلب من كل سلطات والله اللي عندهم إمكانيات أكثر من هذه الإمكانيات إن شاء الله يجيون هنا إن شاء الله ونبحثوه كل ويد وحده إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله هنصبر والديه ونصبر موبيو اللي راح مساكن يعني تحرقوا على جالو وإن شاء الله هنلقوه في أقرب وقت بعد أكثر من أسبوع عملية البحث سخرت لها إمكانيات بشرية ومادية كبيرة مقسمة على مناطق مختلفة في الجبال ومغارات الحيوانات المفترسة كما سخرت فرق للبحث والتدخل في الأماكن الوعرة نحن من ولاية برج بعراريج عدنا اليوم مدة تسع يام ونحن راننا متضامنين مع تفضل هذا ونحن عدنا عشر يام ونحاوسوا في مناطق صعبة في الجبال في الكيفان في الويدان لحد الآن أي نتيجة النتيجة ما بنت وربي إن شاء الله يلاقي بوالديه هذا المكان ونحن من ولاية برج بعراريج راننا نضي بلاسيه الصباح والروح والعشية والصلاة عن نبي ما نداء رئيس الجمهورية رئيس تبون إن شاء الله ينظر نظرة لهذا طفل قوسمية خاليل وكيش ما تكون أي حاجة اللي نقدروا نحوسوا بها على خاليل إن شاء الله يكون معنا وقف معنا إن شاء الله كما عرفت العملية هبة ضامنية شعبية كبيرة من شباب المنطقة ومواطنين من مختلف الولايات المجاورة كما تم تسخيل عدد المعتبر من أفراد الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني نحن أخيار الموليدة برج بارريج فرأنا هنا من جيت بالدية غيلة سدائرة برج غدير لأننا ربع أيام والله خمس أيام وحن نحوس معهم هنا ومشطنا لشبل هدارك شوفيه مننا مترسمين معهم هنا جبناه مننا حتى الهنا ربع أيام وحن نحوسو ونطبر شاء الله ربي شاء الله من شعب هذا المواطنين هذو شاء الله يتعاونوا بيد فييد رأى اليوم السلطات درك الأمن الوطني درك الوطني جيش الحماية المدنية الشعب رأى مضامنين وهذه القيسة المواطنين ويبقى اختفاء الطفل خليل لغز محير والجميع ينتظر ويترقب ما ستسفره الأيام القادمة